قال عبد الله حدثنا أبو معمر حدثناه شيم قال أخبرنا سيار عن خالدي بن عبد الله القصري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يزيد بن أسد أحب للناس ما تحب لنفسك قال عبد الله حدثنا عقبة بن مكرامين العمي قال حدثنا سلم بن قوتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن إسماعيل بن أوسط عن خالدي بن عبد الله عن جده أسد بن كرز صمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر قال عبد الله حدثني محمد بن عبد الله الرزي أبو جعفر قال حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة قال حدثنا سيار أنه سمع خالد بن عبد الله القصري وهو يغطب على المنبر وهو يقول حدثني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة قال قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك قال عبد الله حدثني أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة بالكوفة سنة ثلاثين ومائتين ويعقوب الدورقي قال حدثناه شيم بن بشير قال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سيار قال سمعت خالد بن عبد الله القصري على المنبر يقول حدثني أبي عن جدي يزيد بن أسد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يزيد بن أسد أحب للناس ما تحب لنفسك شكرا شكرا . شكرا شكرا